تم توقيع مذكرة تعاون بين مجموعة الصين للإعلام واللجنة الأولمبية الدولية في لوزان بسويسرا وذلك بهدف تعزيز التعاون في بث الأحداث الأولمبية وتعزيز الثقافة الأولمبية في وقت سبق تم تعيين مجموعة الصين للإعلام كمؤسسة بث رئيسية لدورة العلعب الأولمبية باريس 2024 تسعى الاتفاقية الأخيرة إلى توسيع تعاون في ابتكار تكنولوجيا البث وتطوير الأحداث الرياضية الإلكترونية وتوسيع سوق الشباب يهدف طرفا إلى تعزيز روح الأولمبية والروح الرياضية الصينية والإسان في مستقبل مشترك للبشرية من المتوقع أن يمتد التعاون إلى أولمبيات باريس 2024 ودورات الألعاب الأولمبية المستقبلية مع تركيز على بث الأحداث والتطبيق التقني وتطوير السوق بهدف النمو المتبدل ونشر الروح والثقافة الأولمبية على نتاق نوسا